ولذا يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن الفاجر قد يكون عنده من الجلد وهذا واقع اليوم كفار دعاء الضلالة جادون مشتهدون في نصرة دعوتهم بالمال بالوقت بالجهد البدني وغير ذلك جادون مشتهدون وهم يدعون إلى النار فكيف بنا نحن من كنا على الجادة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مقصروا في هذا الجانب عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن هكذا يقولها عمر بحزر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه فكيف لو رأى حالنا اليوم فلابد إذن من الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وسنتذكر عند ذلك قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فيستخلفنا سبحانه وتعالى ويمكننا ديننا ويؤمننا بعد أن صرنا نعيش في خوف اللهم استعالى ترجمة نانسي قنقر